إذن معرض للكتاب في مدينة السويس تفاصيل أكتر عنه هيكلمنا عنها الدكتور أحمد بهيددين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب نرحب معك بحضرتك معنا يا دكتور في صباح الخر مصر أهلا بحضرتك فأنت أهلا وسهلا بك دكتور أحمد لما نيجي نتكلم بداية عن المعرض الأول للكتاب في السويس والمكان المميز اللي تم تتشينه فيه بالفعل هو المعرض الأول لمدينة السويس المعرض الأول للكتاب يضم كثير من النشرين في دورته الأولى قبل ذلك كان في مدينة السويس مجموعة من معرض الكتب الصغيرة اللي بتتم في قصور الثقافة لكن هي كانت مقتصرة على هيئة الكتاب فقط أو قصور الثقافة لكنها المرة الأولى التي يكون هناك معرض للكتاب يضم حوالي أربعين ناشرا من دور النشر الحكومية ودور النشر الخاصة في مكان مميز كما أشارت حضرتك وهو ممشى أهل السويس الحقيقة المدينة الباسلة السويس مدينة عامرة بتراثها مدينة عامرة بخلونها وثقافتها والكثير من الجمهور المصري يخد إلى مدينة السويس في هذه الفترة لأن خطة وزارة الثقافة أن يكون هناك الكثير من المعارض في المحافظات المصيحية ليس لمدن أهل مدن المصيحية فقط ولكن لعموم الشعب المصري الذي يزور هذه المدن في هذه الفترة صحيح الحقيقة عند تصميم أي معرض لكتاب في المحافظات هناك العديد من الرؤى التي لابد أن تتوفر في البعرض أولا أن يكون المعرض فضاء ثقافيا حقيقيا وليس مجرد سوق الكتاب فضاء ثقافي تفاعل حقيقي سواء كان من خلال الأنشطة المقدمة للطفل على مدار أيام المعرض معرض السويس بالمناسبة واحد من أطول معرض المحافظات يبدأ من 26 أغسطس حتى 8 سبتمبر أنشطة يومية للطفل تقدم مجانا من خلال ورشات للرسوم ورشات للتفقيف وأيضا ورشات للحرف التقليدية انضمت إلينا للمرة الأولى مكتبة مصر العامة بسيارة مكتبية متنقلة وإن شاء الله ستكون متواجدة معنا في معارض المحافظات في الفترة القادمة هيئة الكتاب وهيئة قصول الثقافة ودار الكتب والمركز القومي للترجمة من المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة تقدم الكتب بخصومات متميزة وبما تحمل هذه الكتب بالمضامين تعكس الثقافة المصرية والحضارة المصرية الأصيلة بالإضافة إلى مجالات الفكر الإنساني المتنوعة سواء كانت من الإصدارات القديمة أو من أحدث إصداراتها وهي بأسعار مناسبة إن شاء الله للجميع طيب دكتور بهاي احنا متعودين من المعرض الأم معرض الكتاب اللي بيقام في العاصمة القاهرة يعني بيبقى فيه ندوات ثقافية بيبقى فيها يعني نوع من أنواع الديبيت أو التنافس الأدبي يعني بيبقى فيه ندوات شعرية بيبقى فيه مبارزات ثقافية وفكرية كثيرة الحالة دي انتقلت أيضا إلى السويس؟ نعم بالفعل كما أشرت عندما يكون المعرض فضاء ثقافيا فإنه كل يوم يعني طبعا لأن المعرض يتسم بطبيعته الليلية كل يوم هناك أمسية ثقافية أمسية ثقافية متنوعة أولا يشارك فيها أدباء ومبدعين من مدينة السويس سواء كانوا من الشعراء أو من الروائيين أو حتى من كتاب مدينة السويس الذين يعيشون في القاهرة أيضا هناك إحيثة أيضا برموز الفن والإبداع في مدينة السويس سوف نناقش في ندوها مثلا على سبيل المثال الإسماعي ياسين وهناك الكثير من الكتاب والمبدعين لأننا نريد دوما في المحافظات عندما يكون هناك برنامج ثقافي أن يكون هذا البرنامج الثقافي يعكس لي رموز الفكرة والإبداع في المحافظة أو إرساء لفكرة القدوة لفكرة الاحتفاء بالمبدع المبدع في عموم مصر كلها وهذا ما تم سواء كان في بورسعيد ويتم أيضا في السويس وإن شاء الله سيكون مستمرة المعنى في معارض المحافظات القادمة بإذن الله دكتور رابهي لما نجي نقول أن ده يمكن مش أول معارض يحصل في المدن اللي بتروح الناس فيها تصيف يعني إحنا شفنا معارض بورسعيد وشفنا معارض راس البر ودلوقتي معارض السويس إحنا معانا 1500 عنوان بتشارك بيهم إهاء العمل للكتاب نعم صحيح كلمنا أكثر عن التواجد في المدن المصيفية الحقيقة العنوان اللي بتشارك بيها الهيئة لابد أن تكون مناسبة لكافة الأعمار وكافة الأجيال هناك عناية بالكتب المقدمة للطفل هناك عناية بالكتب المقدمة للشباب والنشر هذا بالإضافة إلى الكتب الرصينة في المجالات المعرفية المختلفة كتب المعنية بالطفل كانت من إصدارات الهيئة أو إصدارات الهيئة بالمشاركة مع وزارة الأوقاف في سلسلة رؤية للأوقاف لأنه لابد أن يكون هناك تعزيز بالقيم الدينية الوسطية المصرية هذا من ناحية أيضا كتب الأطفال المترجمة أو كتب الأطفال حتى المؤلفة تأليفا مصرية بالإضافة إلى سلاسل الهيئة المعروفة ومن أبرزها سلسلة مصريات التي تحتفي بالحضارات المصريات القديمة وبأسعار مناسبة بالإضافة إلى سلاسل رؤية وسلاسل ما وغيرها من السلاسل الأدبية الهيئة وأيضا الروايات المترجمة والكثير من العنوين التي يمكن أن تسكل قدر من تعزيز الوعي وبناء التخطية المصرية هذا بالإضافة أنه يمكن بمبلغ بسيط أو بمبلغ مناسب أن يكون لدى القارئ مكتبة ولو بسيطة من خلال إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب أو حتى من إصدارات وزارات الثقافة ولابد أن أشيد أيضا بدور النشرة التي اشتركت معنا وهي هذه الدور تقدم خصومات حقيقية لزوار معارض المصرية ما زالت الشك ومستمرة فندم القصة دي ربما كانت في القيارة أكتر ما عرفش هتنتقل للسويس أو للدنيا عاملة إزاي يعني إحنا عارفين أن سعر الكتاب بقى في حتة تانية وطبعا مشفقين على الناشرين برضو بسبب ارتفاع أسعار الأحبار والأوراق والاستيراد وكل ما خلاف ولكن المواطن عايز يشتري الكتاب أولا أزمة المواد الخام في مختلف مجالات الصناعية أزمة عالمية لكن معرض القاهرة الكتاب كسر هذه الفكرة النمطية في الدورة الماضية بدليل هذا الإقبال الكثير الذي لم يكن متوقعا لدى كثيرين من خارج مصر لكنه كان متوقعا في مصر يكون هذا الإقبال الكثير هذه المبيعات التي كسرت حاجز سنوات مضت وهو أيضا ما يحدث في معارض المخفضات لأن الكتب أولا هي متنوعة الأسعار لدينا كتب من سعر جنيه لعشرين جنيه أمس مثلا كتاب اشتفاء لابن سيناء متوفر في الهاية المستعملة للكتاب مش هزا أقول السعر قد إيه لكن يعني أنا بتكلم في أهل من عشرة جديه هذا مثلا على سبيل المثال تحت إيه لم تخدني الذاكرة الكثير من الكتب في متناول الجميع وأيضا مراعية لكل شرائح الدخل المصري لأنه في النهاية وزارة الثقافة المصرية تقدم المعرفة المصرية دون أن يكون هناك هامش ربك فيها الدور الرئيسي لوزارة الثقافة هو نشر الثقافة وهو ده اللي بيحصل في الفترة الأخيرة في الذهاب إلى المحافظات وتقديم المعارض المختلفة يمكن معرض الكتاب اللي كان بيقام في القاهرة كان عنده تجربة رائدة في أنه إدى الفرصة للشباب سواء كان شباب الكتاب أو شباب النشرين وغيرهم هل المعارض الفرعية أو المعارض اللي بتقام في المحافظات أدت نفس الفرصة؟ الأصوات الشبابية والأصوات الجيل الجديد من الكتاب والمبدعين متواجدة في البرجامج الثقافي من أجل أن يتحقق لهم التواجد الثقافي من خلال مظلة وزارة الثقافة ومن خلال مظلة المصرية عفوا أن دكتور المقاطعة من أبناء المحافظة ولا إحنا جايين بالعنوين جهزة من القاهرة؟ لا من المحافظة ولا شرط لذا أنه لابد لكل محافظة أن تحتفي بكتابها وشعرائها وأدبائها احتفاء يليق بهم من ناحية يساعدهم على الانتشار من ناحية ثانية يعرف جمهور المحافظة بهم من ناحية ثالثة تمام تمام كل شكرا لك دكتور أحمد بهيددين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب شكرا جزيلا لحضرتك